سرب من الطائرة المسيرة يباغت القوات الامريكية والبريطانية في البحر الاحمر وبلد اوروبي يغلق ابوابه في وجه العبريين وطائرة عبرية تتحطم في رفح تل ابيب تساوم السنوار على حياته ومصر ترفض تعيين السفير العبري لديها واشنطن تدرس اعطاء الضوء الاخطر لاوكرانيا لضرب العنق الروسي بصواريخ بعيدة المدى وبوتن يحذر لن تستطيع تحمل ردنا بينما موسكو تصف زيلنسكي بدمية الغرب ونائبة امريكية تقولها علنا اتصل ببوتن قبل فوات الاوان هذا هو الحل الوحيد اسراب الموت تباغت التحالف صراع البحر الاحمر يتطور بواترة متسارعة وخبراء يتخوفون من تحويل الصراع من المستوى الاقليمي الى المستوى الدولي فبعد ان اعلنت حركة انصار الله الحوثيين عن اسقاط طائرة مسيرة امريكية من طراز امكيو تسعة والتي تعد التاسعة منذ بداية احداث السابع من اكتوبر زعمت القيادة المركزية في الجيش الامريكي تدمير خمس طائرات مسيرة من سرب اطلقه الحوتيون اضافة الى نظامين صاروخين تابعين للحركة في اليمن وجاء ذلك في بيان صادر عن القيادة ان القوات الامريكية خلال الاربع والعشرين ساعتنا الماضية تمكنت من تدمير طائرات مسيرة مدعومة من ايران وانظمة صاروخية كانت تشكل تهديدا وشيكا للقوات الامريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة وذلك وفق ما نقلته رايترز لذا فالسؤال هنا اذا كانت واشنطن بالفعل قد دمرت خمس طائرات مسيرة حوثية من سرب كامل يتكون من اثني عشر طائرة فاين ذهبت الباقية هل تمكنت من تخطي الدفاعات الامريكية ننتظر الاجابة منكم ومن له بمياه البحر الاحمر الى ازمات تل ابيب الدولية وبلد اوروبي يغلق الباب في وجه الحجاج العبريين حيث قررت مولدوفا ايقاف الرحلات الجوية القادمة من تل ابيب التي تحمل حجاجا يهودا كانوا يكملون طريقهم الى اوكراريا لزيارات قبر الحاخام ناخمان في مدينة اومان جاء هذا القرار بعد تراكم الديون العبرية وعدم القدرة على ضمان الامان لهذه الرحلات وفقا لصحفتي يدعوت احرانات العبرية كان الحجاج العبريون يسافرون الى مولدوفا كبديل بعد توقف الرحلات المباشرة الى اوكرانيا بسبب الحرب الروسية الاوكرانية ومع اقتراب رأس السنة اليهودية تلقى العبريون الذين اشتروا تذاكر الى مولدوفا اختارات بالغاء رحلاتهم من جهته نفى السفير المولدوفي في تل ابيب تلقي اي التزام من الكيان العبري بسداد الديون وذلك حسب تصريحه ومن ازمات الكيان العبري الدولية الى تفاصيل حادث تحطم مروحية عبرية في رفح حيث قتل جنديان عبريان واصب سبعة اخرون اثر تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو العبري جنوبي القطاع في حادث وصفه الجيش العبري بانه عرضية ووفقا لتحقيق اولي كانت المروحية بلاك هوك يو اتش ستين تحمل فريقا طبيا لاجلاء جندي مصاب بجروح خطيرة في رفح واثناء الهبوط داخل معسكر للجيش استضمت المروحية بالارض بدلا من الهبوط السليم ها تحقيق الاولي يشير الى ان الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية وامر قائد سلاح الجو باجراء تحقيق لتحديد سبب الحادث وذلك وفق وكالة سكاي نيوز ومن حادثة رفح تأخذنا التطورة الى الطاولات نعم فقد تم تقديم عرض شخصي عبري على السنوار لانهاء الحرب حيث اعلن مفوض شؤون المحتجزين والمفقودين العبري قال هيرش عن تقديم عرض لرئيس الحركة الفلسطينية يحيى السنوار يتضمن خروجه الامن من القطاع مع عائلته مقابل اطلاق صراح المحتجزين العبريين وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ قال هيرش انا مستعد لتوفير ممر امين للسنوار وعائلته واي شخص يرغب في الانضمام اليه هدفنا هو عودة المحتجزين ونزع السلاح والقضاء على التطرف واقامة نظام جديد في القطاع هيرش اشار الى انه قدم العرض قبل يوم ونصف لكنه لم يكشف عن رد السنوار او عن تفاصيل حول رد الفعل ومن العرض العبري للسنوار الى ازمة جديدة تلح في الافق بين مصر والكيان العبري حيث تؤثر مفاوضات التهديئة بين تل ابيب والحركة الفلسطينية في القطاع على العلاقة بين تل ابيب والقاهرة خاصة فيما يتعلق بمحور فلادلفيا ووفق تقارير اعلامية تأخر تعيين سفير عبري جديد في مصر بسبب تأخير متعمد من القاهرة حيث غادرت السفيرة السابقة اميرة اورون منصبها ولم توافق مصر بعد على تعيين السفير الجديد اوري روثمان هذا وقد تصعدت التوترات في العلاقة المصرية العبرية بعد تصريحات رئيس الوزراء العبري بين يامين نيتنياهو والتي اتهم فيها مصر بتسيل تهريب السلاح للحركة الفلسطينية عبر محور فلادلفيا ومن جهتها رفضت وزارة الخارجية المصرية في هذه التصريحات واعتبرتها محاولة لتشتيت الانتباه عن مفاوضات وقفية القنار وذلك وفق ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز ومن الازمة المصرية العبرية الى اخر مستجدات مفاوضات الهدنة بالقطاع حيث اجتمع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ومدير الاستخبارات المصرية عباس كامل مع مفاوض الحركة الفلسطينية في الدوحة لمحاولة كسر الجمود في محادثة اطلاق صراح المحتجزين ووقف اطلاق النار في القطاع وذلك وفقا لمصادر مطلعة فيما يهدف الاجتماع الى اقناع الحركة الفلسطينية بتخفيف مطالبها بشأن الافراج عن المحتجزين الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة في السجون العبرية حسب ما افاد به موقع اوكسيوس الامريكية ورغم جهود البيت الابيض والقاهرة والدوحة لطرح اقتراح جديد فان المحادثات وصلت الى طريق مسدود بسبب تشدد مواقف الطرفين من جهتها تنفي الحركة الفلسطينية اضافة مطالب جديدة بينما يطالب رئيس الوزراء العبري بنيا من نتنياهو بنشر قوة عبرية على طول محور فلادلفيا بين مصر والقطاع ومن جانبهم يعتقد المسؤولون الامريكيون ان الضغط على النتنياهو قد يؤدي لتخفيف شروطه اذا تراجعت الحركة الفلسطينية عن مطالبها الجديدة اصدقائي في سياق متصل زادت حدة الانتقادات العبرية لحكومة نتنياهو ففي مقابلة بصحيفة معاريف العبرية انتقد الكاتب افرايم جانار حكومة بنيا من نتنياهو بشدة معتبرا انها حكومة بلا بوصلة او ضمير وتروج الانتصار واهمي في ظل فشلها في تحقيق اهدافها بالقطاع واضف الكاتب ان الحرب ادت لتهجير الكثير من سكان الشمال والجنوب في الكيان العبري مشيرا الى ان الحكومة تعيش في وهم النصر بينما تظلت الابيب تواجه تهديدات متعددة من الحركة الفلسطينية والفصائل اللبنانية والحوثيين وذلك حسب تعبيره وفي سياق اخر تخشت الابيب من تحركات مقلقة على حدودها مع مصر والاردن حيث يواجه الجيش العبري تحديا جديدا يتمثل في التهريب عبر الطائرات بدون طيار المهربون يستخدمون هذه الطائرات لنقل البضائع عبر الحدود دون تعرض انفسهم للخطر مما يزيد المخاوف من احتمال استخدامها لنقل اسلحة او عبوات ناسفة الجيش العبري رصد بالفعل محاولة تهريب على الحدود المصرية حيث اصيب ضابط عبري مؤخرا بينما يعتقد حاليا ان التهريب يقتصر على المواد المخدرة وتتزايد المخاوف من ان تتحول الحدود الى مسارات لتهريب الاسلحة وذلك وفق وكالة ار تي الروسية فلنترك الاوضاع بالكيان العبرية ولننتقل الى كواليس حرب روسيا ضد الغرب واوكرانيا العمق الروسي تحت الاستهداف التصعيد امام الدب الروسي هو مقامرة خطيرة هكذا يقولها خبراء السياسة والعسكرية وهو ما تعيشه واشنطن اليوم حيث ذكرت صحيفة فينانشل تايمز ان هناك انقساما في الادارة الامريكية بشأن السماح للقوات الاوكرانية باستخدام الاسلحة الامريكية لشن ضربات داخل روسيا بينما يحذر البنتاجون والاستخبارات الامريكية من تداعيات هذه الخطوة ويتوقع ان يسمح وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن لاوكرانيا باستخدام صواريخ اتاك ماز من خلال زيارته الى كياب في المقابل رجح المتحدث باسم الكريملان ديمتري بيسكوف ان قرار السماح لاوكرانيا بشأن ضربات في عمق الاراضي الروسية باستخدام صواريخ بعيدة المدى قد تم اتخاذه بالفعل واكد ان وسائل الاعلام تقوم بحملة لاضفاء الطابع الرسمي على هذا القرار من جانبه حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ان رد فعل روسيا على امداد اوكرانيا بالاسلحة بعيدة المدى قد يكون غير متكافئ مشددا على ضرورة اخذ اوكرانيا في الاعتبار موقف روسيا تجاه هذه الامدادات وذلك وفق وكالة ارطيا الروسية في سياق المشابه هنا كدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا ان نظام كياب هو العوبة تحركها الولايات المتحدة وبريطانيا وذلك حسب تصريحها جاء ذلك في سياق تعليق موسكو على قصف مدينة رامونسكويب القرب من موسكو حيث اشرت الى ان هذا الهجوم هو نتيجة لتحركات واشنطن ولندن وذلك وفق وكالة نوفوستي الروسية على صعيد اخر دعت عضو الكونغرس الامريكية الجمهورية مارغوري تايلور جرين السلطات الامريكية الى الاتصال بالرئيسين الروسي فلوديمير بوتين والاوكراني فلوديمير زيلنسكي لانهاء الصراع في اوكرانيا واكدت عبر منصة اكس ان الحرب لم تكن لتحدث لو كانت دونالد ترامب رئيسا مشددة على ضرورة انهاء الحرب في اسرع وقت ممكن اشتركوا في القناة